مشاهدين الكرام عشان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة الشخصية عليها البث المباشر اللي هينزل حالاً امام حضراتكم وكمان على صفحة مكملين هتتابعوا البث المباشر على صفحة كمان كلامكم خلوني مشاهدين الكرام ايضاً افكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي هينزل حالاً امام حضراتكم على الشاشة في انتظار إجاباتكم على هذا السؤال اللي هناخد تعليقاتكم فيه في نهاية هذه الحلقة على بركة الله مشاهدين الكرام تعالوا بينا نقرب من اللي بيحصل ونشوف حضراتكم قلتوا إيه عليه بس ناخد الأول من مدى مصر رغم اعتراضات نقابية البرلمان يقر قانون الصحافة والإعلام بمباركة نقيب الصحفيين أهو رغم اعتراضات نقابية البرلمان يقر قانون الصحافة والإعلام بمباركة نقيب الصحفيين ده كان الخبر مشاهدين الكرام من مدى مصر تعالوا بقى نشوف تعالوا حضراتكم على الخبر إيه يلا بينا محمود سرحان بيقول بموجب قانون الصحافة الجديد أصبحت حرية الرأي مدفونة للجميع وأصبحت مكفولة للمطبليين السيسي عفتاح السيسي ما كانش محتاج قانون عشان يحبس أنفاس الناس بس هو عمل كده لزوم الدكور قدام العالم اللي برضو مش هيحاسبه العالم مش هيحاسبه بس هو يعني نظام إيه مبدأ عارف أنت الهلال والنجمة الذهبية شعار الهلال والنجمة الذهبية بتاعت المقشات والمسحات والحاجات دي الشيء لزوم الشيء فهو ده اللي بيتبعه عبدالفتاح السيسي وطالما السيسي بيحارب الإسلام قصد يعني الإرهاب اللي هو الإسلام والإرهاب عند السيسي يعني واجهه له عملة واحدة بس هو إيه؟ يقول لك أنا بنحالب الإرهاب وهو عمال يدك في الإسلام والمسلمين فهو مرضى عنه طالما معلم هتحارب أي حد يقول له لا إلا الله وتنشر الرزيلة وتمنع الفضيلة يبقى أنت كده تمام مرضى عنك من الصهيمة يلا روح لمحمود السنهون قانون تنظيم الصحافة والإعلام اللي أقروا البرلماني النهاردة بيستثني أي حساب إلكتروني بيتابعه أكتر من خمس تلاف شخص من معاملته كحساب شخصي وبيمنح المجلس الأعلى للإعلام حق وقفه أو حجبه أو اتخاذ الإجراء المناسب ضده عند مخالفة المادة تسعتاشر من القانون يعني من الآخر حسابك عدى الخمس تلاف متابع فحضرتك مهدد بالحبس مهدد بقى بالحبس في أي لحظة وبدون أسباب يعني مش كفاية عليك مارك لا يبقى مارك والحكومة المصرية يعني لو نزلت بوست قلت فيه يعني أي حاجة كده قلت صباح الخير قلت مثلا زيكو يا جماعة عاملين إيه الأمن يعتقلك ويقولك أنت بتقول قف على مين بقى أو كنت عامل اموشن كده غبان غبان من مين زعلان من إيه أصدق تزعل من مين أي حاجة بقى تده نروح لبعده عيد الديب بيقولك قانون لايق الوطنية للصحافة الجديد أضع على ما تبقى من حرية الصحافة بس خلاص أنا أسأل سؤال بس هو إيه اللي كان تبقى من حرية الصحافة هو كان في حرية الصحافة أصلا إلا بقى إذا كان حضرتك يا أستاذ عيد بتقصد حرية التعريض في الصحافة وتجويد نص التعريض في الصحافة وحق انتقاد رؤساء المجالس المحلية وما تحتهم من موظفين في دولاب الدولة يلا نروح لحمدين صباحي قانون الصحافة والإعلام الجديد تعبير عن سلطة تعادي الصحافة والحريات لا تقتنع إلا بالتسلط والسيطرة والحصار قانون يقدر مبدأ استقلال الصحافة ويدمر المؤسسات القومية ويفتش في الضمائر ويحاصر الأقلام والأفكار في المهن قانون يحمل عوامل فناءه بداخله مواجهة واجب وشرف ومهمة مهنية ووطنية ويشتاج الحرية للصحافة مش عايز برضو أرجع وتاني وأقول لكم كلام مكرر إنك من أسباب انعدام الحرية يا أستاذ حمدين حضرتك أنت وخالدة وبكر زي ما احنا قلنا لهم بارح فأنت برضو واحد من الأباطرة اللي هم برضو خلونا يبقى فيش حرية في مصر الحرية انعدمت في كل مجالات الحياة في مصر بسببكم وبسبب مشاركتكم في الانقلاب العسكري بس هسألك بقى يا طرح هتعملوا جابة انقاذ الصحافة المصرية وتواجهوا السيسي ولا لا؟ على فكرة اعملوها يمكن ربنا يغفر لكم اللي فات معاني مش حايف ربنا يغفره ازاي بس حاولوا تعملوا أي حاجة لما تقفوا بها قدام ربنا تقولوا ان انتوا اعتردتوا على أي ظلم ولا أي باطل بدل ما انتوا قفتوا قدام الحق وهديتوا الحق عشان نعيش احنا كلنا في الباطل ده بسببكم ترجمة نانسي قنقر